السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي في موضوع جديد من المواضيع السنة الرابعة متوسط امتحان شهادة التعليم المتوسط هذه الدورة دورة 2021 قلنا نحلو الدورات السابقة هكذا باش نتعلمو الإجابة النموذجية نشوفو الجزء الأول واش قالونا التمنين الأول قالونا بهدف دراسة تأثير بعض أنواع الميكروبات وضع أستاذ المادة بين يديك الوثيقة واحد هذه الوثيقة التعليمات باستخدام الوثيقة ومكتسباتك اجب عما يلي قلنا انقل الجدول ثم نضع كل ميكروب من الوثيقة واحد في الخانة المناسبة يعني هذو كامل بعض أنواع الميكروبات فنقوله وين ها الميكروبات النفعة وين ها الميكروبات المذرة ولا عددارة ما تقول نحدد الشروط الأساسية لنمو وتكاثر الميكروبات نروح نشوفو الإجابات النموذجية نجيتنا من عند الوزارة التربية هنا يا واش قالونا قلنا يمثل الجدول ينقل الجدول ثم يضع كل مكروب من الوثيقة واحد شوفوا عندي بزاة الحالات عندي هاد الحالة أولى حالة ثانية حالة ثالثة علاه قالوا نابلي كين سلالات تاع فطر البانسيليوم والكولي هادي كين فيها سلالات الضرة وكين النافعة ليحطها في الضرة صح وليحطها في النافعة صح معنتها إلا حطيت هنايا ميكروبات نافعة الكولي والفطر البانسيليوم وهنايا حطيت فيروس كورونا أكيد ضار وطفيلي لشامانيا وعصيات كوخ هدو هذو ثلاثة أكيد ضارين فلا حطيت هذو ضارين وحطيت هذو نافعين تقبل الإجابة إلا ما حطيتش ميكروبات نافعة كامل حطيتهم ميكروبات ضارة تقبل الإجابة إلا حطيت هذي كيف كيف مع هذي مش عارف عاليش عودو هنه زادونا هنا فقط زادونا عصيات كوخ فطر البنسيليوم طفاي اللي يجي شامانا فيروس كورونا وهذه الحالات هنك تقبل يعني كامل هذ الحالات يقبلوا نبعد قلنا شهي الشروط الشروط هو توفر الغذاء وعندي توفر حرارة مناسبة الميكروبات تنمو في الحرارة المناسبة من 25 إلى 37 درجة الحرارة المثلة لها هي 37 درجة يعني حرارة جسم الإنسان وعندي توفر رطوبة ملائمة يعني هذه هي شروط نمو الميكروبات نروح نشوف الآن التمرين الثاني التمرين الثاني ماذا قالونا؟ قلنا أثناء مراجعتك لدرس الاتصال العصبي مع زميلك لاحظت أنه أخطأ في تحديد الهدف من حدوث الفعل المنعكس اعتقد أن المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس هو الدماخ أجب عن التعليمات الثالث صحيح معلومات زميلك التعليمات وش قالونا؟ مستعينة بنتائج تجربة واحد هذه التجربة ما طوهنا والتجربة الثانية لكم نشوفوهم تجربة وراهم اشرح لزميلك السبب الذي جعل الضفدع يسحب طرفه السفلي الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء استنتج الهدف من حدوث الفعل المنعكس بالاعتماد على التجربتين واحد وثلاثة صحيح لزميلك اعتقاده بأن الدماغ هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس مع التعليم أعد رسم الوثيقة اثنين موضحا عليها بأسهم اتجاه رسالة العصبية في الفعل المنعكس يعني نعودوا نرسموها الوثيقة نحن نشوفو الآن التجارب هنا وشو قالونا تجربة الأولى هنا يا قالونا نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكي في حمض مركز حطوا الطرف السفلي في حمض مركز هاي لها دماغ مخرب شوفو هنا يا دماغ سعو مخرب ما عندها الدماغ ما شي هو اللي غادي يعطينا يترجمنا الرسائل العصبية يعني الدماغ ما غادي يشي الدخل كامل لخشره مخرب هنا يا حمض مركز وش صرا الملاحظة سحب الضفدع طرفه الأيسر وش استعرض زماجطpm فالتجاربه الثانية تدعم الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكي في الماء وحطواه في الماء والدماغ تونيك مخرب عادم سحب الضفدع لطرفه الأيسر لم تشربوش تجربة الثلاثة وش عنها بعد تخريب النخاء الشوكي هنا يخرب النخاء الشوكي فهذه تجربة شهدة نسموها نضع طرفه الأيسر في حمض مركز واشترا توف حمض مركز عادم سحب زماجطäftع طرفه الأيسر احنا لازم بنا نتعلمو نحلو التجارب حطينا هالولا في حمد مركز والدماغ كان مخرب سحب الضيف تعترفه والأي سرش مع انت هنايا ردت الفعل كينة مع انت الفعل المنعكس كين صحة فالتجربة اثنين كدرناه في المال لا ما سحبش هذا ماء يعني التنبيه هنايا مش يفعال فما سحبش ما كانوا له هنايا في الثلاثة كيخربوا لأنه خعش وكيعودوا نفس التجربة هذه على بيها قتلكم تجربة شاهدة هنا يا الدماغ كان مخرب نحن النخاع الشوكي كان مخرب كل نخاع الشوكي كان مخرب عدم صحب الضيفة الطرفه والأيسر مع انتهى الفعل المنعكس ما صراش مع انتهى الفعل المنعكس هنا يبويش مرتبط مش نستنتج بلي الفعل المنعكس هنا رح مرتبط بالنخاع الشوكي لأنه كيخرب للنخاع الشوكي مصراش صحبه للطرفه moi anser هكا لازم نركزها قبل ما نقرأ كامل اسئلة نروح نركزها على التجربة ونفهمها مليح وهنا يا صاح الوثيقة اثنين راهم يقولوا لي المخطط للرسم تخطيطي تساعة المنعكس الفطري هنا يا ولا الفعل منعكس صاحوا نروحوا نشوفوا الاجابات النموذجية اللي راهم مقترحينها علينا هو شعندي يشرح لزميل السبب الذي جعل الضفداء يسحب طرفه شو نقوله سحب الضفداء الشوكي طرفه السفلي الايسر بعد وضعه في الحمض المركز كي يتجنب خطر الحم هنا يا احنا يشوفوا الهدف من الفعل المنعكس انه نتجنب خطورة هذا الحاجة قلت لكم مقبل انا كي نحطي الدية في حاجة حامية بزافل وكل ما يسحبه يشتمتم غادي نحرك فالفعل المنعكس الهدف تعوه انه نحمي العضوية التاعي فهنا يا عنده تنبيه فعال احنا يا الحمض المركز تنبيه فعال خلاه يسحب رجل تعوه فنقوله كي يتجنب خطر الحمض الحمض مادة خطيرة وبالتالي خصو يتجنبها بصح الماء موش مادة خطيرة فعلا بيها ماسحبش صحة؟ أو تقبل لإجابة تالية يعني كان بزاف إجابات تقبل هي المهم يكون عندك الإجابة في هذا المضمون سحب الضفد عنه شوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض لأنه منبه فعال كي ما قلت لكم لأنه تنبيه فعال لأنه نبه المستقبلات الحسية في الجلد فتولدت رسالة عصبية حسية تولدت رسالة عصبية حسية انتقلت عبر الليف العصب الحسي هنا يا غد نولي نذكر فيما سار رسالة العصبية إلى النخاء الشوكي الذي يعالجها فتنتج رسالة عصبية حركية انتقلت عبر الليف العصبي الحركي إلى العضلة فنتجت الحركة وصحب هو الطرف الأيسر نتاعه فما الأحسن من الإجابة نذكر مسار الرسالة العصبية في الفعل المنعكس فهذا النوع من الإجابة وش ندير نذكر مسار الرسالة العصبية فالتجربة ثنين عدم سحب الضفدع الشوكي طرفه السوفر الأيسر الموضوع في الماء لأنه الماء مش تنبيه فعال لم يحدث له تنبيه فعال لأن الماء لا يشكل خطر هي الحاجة التي تشكل خطرها هو الذي نعتبره تنبيه فعال بالصح الماء ما هو مش تنبيه فعال الماء مادة طبيعية غير ضارة استنتاج الهدف من حدوث الفعل المنعكس من خلال تجربة واحد والتجربة الثنين يتضح أن الفعل المنعكس يحدث لتجنب الأخطار قلت لكم الفعل منعكس يحدث لتجنب الأخطار باش نحمو الجسم أتعنا صحة؟ نقدر نقول لحماية من الخطر تفادي الضرر يعني أي حاجة غادي تقبل ملاحظة تقبل إجابات أخرى صحيحة يعني كم الإجابات الأخرى صحيحة غادي نقبلوها صحة هنا يقالونا شهو المركز المركز العصبي المسؤول في المنعكس الفطري هو الزميل تعقل الدماخ بسحة هنا يا غادي نأكدولو باللمشيه والدماخ والنخاع الشوكي كيف ش غادي نأكدولو نقولو لو يصحح هنا اعتقال زميله بان الدماغ هو المركز العصبي المسؤول عن الفعل منعكس معتمداً تجربتين واحد وثلاثة وش نقولو أن تصحيح ها interactive النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل منعكس تعليش هو التعليل حدوث الفعل منعكس في التجربة واحد التي كان فيها دماغ الضفدع مخرب حيننا يشوفنا باللي في التجربة واحد دماغ الضفدع كان مخرب بصح حدث الفعل المنعكس مع أنت مشي الدماغ هو المسؤول هيا لهم ونخاع الشوكي سليم دلالة على أن الدماغ لا يتدخل في حدوث الفعل المنعكس صحة عدم حدوث الفعل المنعكس في التجربة ثلاثة كانت شهدة التي كان فيها دماغ ضفدح سليما ونخاعه الشوكي مخرب أعطونا هنا العكس فش أسرة دلالة على أن النخاع الشوكي هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس مسراش الفعل المنعكس ذلك نعودنا نجعلكم للتجربة هيا لتجربة تاعي هيا لتجربة هنا في ثلاثة عدم سحب الضفدة يعني ما صراش الفعل المنعاكس وهذا دليل على أنه النخاع الشوكي هو المسؤول مشي الدماغ سنروح نشوف الآن الوضعية الإدماجية في الوضعية الإدماجية قالونا تعرف العادات الغذائية في مجتمعنا تغيرات تعرف العادات الغذائية في مجتمعنا تغيرات بوتيرة متسارعة خاصة عند المراهقين مما استدعى مراجعة بعض طلوكيات التغذية والحياة اليومية لهذا تمت متابعة الحالة الصحية لفريد وزميله رامي حيث كان فريد مدمن على ألعاب الهاتف الذكي يتناول وجبات سريعة غنية باللحوم الحمراء ولا يمارس الرياضة رامي لا يدمن على ألعاب الهاتف الذكي منتظم في تغذيته ويمارس الرياضة هنا قالونا السند الموالي يبين بعض نتائج المتابعة نشقالونا يعطينا مؤشر الكتلة الجسمية ليمسي ليمسيشها ولا هو يشوفنا نسبة الدهون في الجسم فعننا نسبة معينة من تكون نسبة الدهون كبيرة على هاد النسبة اللي ديرتها منظمة الصحة العالمية من تكون كبيرة ما عندها الشخص رافيب بزاف دهون وهاد الحالة مش مليحة فهنا يقالونا يسمح هذا المؤشر بالتقدير الحالة الصحية لشخص ما ويتنبأ بالمشاكل الصحية له صحة؟ هنا ليمسي مؤشر الكتلة الجسمية صحة؟ هنا يقالونا جسم ناحي فهي اللي أعطاونا أكثر من 18.5 معنتها الجسم نحيف هنا بين 18.5 و 30 جسم عادي هنا أكثر من 30 جسم سمين قالنا بعد الحساب تبين أن مؤشر الكتلة الجسمية لفارد هو 50 شو فارد؟ هذا اللي مدمن على الألعاب الهاتف الذاكي هنا وش قلنا؟ قلنا أكثر من 30 جسم سمين معنتها فارد سمين مؤشر الكتلة الجسمية لرامي لأيام ستعوي سوية 19 هنا وش قلنا بين 18.35 جسم عادي معنتها جسم رامي عادي أصلاً هايالا رامي مارس الرياضة يأكل بانتظام فأكيد الجسم ستعوي سيكون عادي صحة؟ هنا شفنا مؤشر ليمسي ونروح ونشوفوا الان الوثيقة ثم وش قلنا تمثل تمثيل بين نسبة الليبيدات يعني نسبة الدهون في الجسم صحة؟ هنا يا فارد شوفوا نسبة الدهون شحال؟ 50% ورامي 10% ونشوفوا الان ثانيك الوثيقة ثلاثة قالنا منظر جانب لدماغ فارد أظهر الفحص طبي له وجود انسداد في الشعارات الدموية المغذية دموية المغذية عنده انسداد شكون هذا فارد عليش لخش عنده سمنة يسبب ترصب مادة الكوليستيرول مادة دهنية بسبب ترصب مادة الكوليستيرول عنده بزاف الكوليستيرول علىه يكل بزاف الليبيدات شفتوا غير من الوثائق حل لنا كلش ضربك يقدروا يجيبوا النائش وانا قدروا نجاوبوا عليه فقط رقزوا على الوثائق قالوا بالاعتماد على السياق أستند ومكتسباتك أجيب عما يلي قلنا حدد الحالة الصحية لجسم فارد ثم لجسم رامي بعد مدة زمنية أصيب فارد بشلل في طرفه العلوي الأيمن فاستر سبب هذه الإصابة قلنا قدم نصيحتين بهدف تفادي الحالة التي يعاني منها فارد هنو رحوا نشوفوا الإجابة الناموذجية اللي اعطوهنا ها هي هما دائما في الإجابة الناموذجية غد يعطونا المؤشرات يقولون تفجحة غد ندوحنا العالمة الكاملة في الوضعية الإدماجية اللولا قالونا يحدد الحالة الصحية لجسم فارد ثم رامي يستعمل الوثيقة واحدة ومكتسباته مع أنتا قد نقولوا باستعمال ولا باستخدام ولا باستغلال الوثيقة واحدة ومكتسباته القبلية ونبدأ نجاوب الحالة الصحية لجسم فارد جسم السمين من اديتها هذه من الوثيقة واحد من لي يمسي كما كنتم كما شرحتها لكم الحالة الصحية لجسم رامي جسم عادي صح الآن نجوم بنفسر أنه سبب الشلل نقول يفسر سبب الشلل الطرف العلوي الأيمن لفريد بربط علاقات منطقية بين معطايات واردة في السياق والساند شا نقول يربط علاقة بين الإفراط في تناول الدهون الوجبات السريعة وتراكم الكوليستيرول نقول بما أنه كان يفرط في تناول الدهون تراكم الكوليستيرول عنده صح يربط علاقة بين تراكم الكوليستيرول وانسيدات شعارات الدموية ونقول بما أن لديه تراكم في الكوليستيرول تسبب هذا في انسداد الشعيرات الدموية المغذية للمنطقة واحد على بيها سرى هذا الشلل للمنطقة التاعو في الدماغ نسدد الشعيرات الدموية هذه نسدد وبالتالي سرى له هذا الشلل يربط نزيده تاني يربط علاقة بين عدم وصول المغذيات وغاز الأكسجين وموت الخليل العصابية فكي سدد الشعيرات الدموية واشترا المغذيات ما وليش تصلي كل مغذيات ما وليش تصلي والغاز الأكسجين ما وليش يصلي موت الخليل العصابية كيما تكتل الخليل العصابية واشترالي شلل الرسالة العصابية تسمى ماهيش تفوت فشلل الرسالة العصابية تسمى ماهيش تترجم فشلل فالا هكا نربط فنعود نجاوبه كامل هذا التفسير بشكل علمي نموذجي نقول باستغلال المعطايات الواردة في السياق والسند يفرط فريد في تناول هذا فريد ياك ويفرط فريد في تناول الدهون مما سبب تراكم الكوليستيرول نقول تراكم الكوليستيرول سبب انتداد شعارات الدموية المغذية للمنطقة واحد وبالتالي أدى إلى عدم وصول المغذيات وغاز الأكسجين وموت الخلايا العصابية للمنطقة واحد مما سبب شلل الطرف العلوي خلاص هكا نجاوبه هنا يا قلنا يربط علاقتها هنا وعدم تشكل رسالة العصابية تسمى كلموت الخلايا العصابية هذا الحاجة ستسبب لي عدد تشكل رسالة العصابية الحركية المسؤولة عن الحركة وبالتالي تسبب الشلل تعني تسمى كم Peace out 對 و كما يصل إلى الدهن.. وبالتالي كيف تحضير دهن.. و كيف تحضير دهن.. و كيف تحضير المغذيات على الهاية.. و تحضير المغذية عملية و أكسجين.. و لا تصل إلى الخلايا العصابية.. و أن يكون لكل خلايا العصابية.. و لا تشكلين الرسالة العصابية.. 1000%.. و شلل للذراع الأيمن سيفر و بأردنا لا يجب أن نستخدم المصطلحات العلمية أو يجب أن نستخدم هذه المصطلحات التي نقيم عليها.. لو كان من استخدموش مصطلحات علمية ما غاديش نديه النقطة الكاملة صحام بدأ قالوا لي ينستعمل السياق الوثيقة 2 قد ينقل باستغلال الوثيقة 2 والوثيقة 3 ومكتسبات القبلية ونجوا بيرجح سبب شلل الذراع الأيمن لفريد إلى موت الخلايا العصبية في المنطقة 1 وهذا لعدم وصول المغذيات وغاز الأكسيجين إليها بسبب انتداد شعارة دموية المغذية لها لتراكم الكوليستيرول فيها نتيجة للإفراط في تناول الدهون الليبيدات التعبير يبقى على حسابكم هنا يعطونا كامل العلاقات اللي لازم نستخدمهم وهنا يعطونا الإجابة النهائية الإجابة النهائية قلنا نقوله باستغلال السياق الوثيقة 3 والوثيقة 3 ونبدأ نجواب يرجح سبب شلل الذراع ونجواب المهم هادو اللي راهم ديرين لكم بلقحة عنقغا هادو نركز عليهم هادو هم المصطلحات اللي اللي قلنستعملهم في الإجابة التعيب باش ندير علامة كاملة حضروا قولي النصيحتين شاهدهم النصيحتين نقوله باستغلال الوثيقة 1 والوثيقة 2 ومكتسبات القبلية شاهد النصيحة عدم الإفراط في تناول الأغذية الليبيدية هي هادو المشكلة قاعد واشترت انه تناول الليبيدات بزاف انه تناول الدهون بزاف فنقول عدم الإفراط في تناول الأغذية الليبيدية ونقول ممارسة الرياضة لحرق الدهون المتراكمة خاصنين لنمارس الرياضة بانتظام ساحا بعد قالوا لي نعاود الرسم ونقول لاتجاه الرسالة العصابية فا هنا عاودنا الرسم We navy أصبحنا الاتجاه الأول من الجلد إلى النخاع الشوكي من الجلد للنخاع الشوكي يكفي في ا swoją الاتجاه الثاني تصبح من النخاع الشوكي إلى العضالة سوف تبدأ من أعضو المستقبل القضاء تبدأ من أعضو المستقبل نهم هنا نناقل حسي تروح للنخاع الشوكي من النخاع الشوكي تروح عبر الليف العصر بالحركة وتصل العضلة ثم بهذه الطريقة يكون عندي اتجاه الفعل المنعكس وفالا وهكا نكونكم من نام الموضوع تعنا نتمنى تكونوا استفتوا منه نتلقاوا في مواضيع أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته